اول ويجت موجود معنا هنا واللي هننفزه في البداية وهو الفريم الفريم زي ما قولنا الفريم هو عبارة عن حاوي زي كونتينر كده بيحوي جواه مجموعة ويجتس تانية وخلاص يعني بحيث ان انا مثلا عشان اعمل الفريم فبكتب كده فريم مثلا اي فاريبل equal a equal ctk frame بالشكل ده كده طبعا هو فيش ctk هتكتب ctk العادية بتاعتنا دوت ctk frame بالشكل ده كده بحيث ان اي اصلا وجد عشان تنزل انت طبعا اصلا مش محتاج حتى ايه اه تعمل كده انت ممكن تكتب دوت وتكتب ctk هتلاقي عندك الكلاسات ظهرت ايه? عندك كامباس عندك تشيك بوكس عندك 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 الحاجات دي كلها الفريم اهو عندك طبعا زي ما انتش اعايف لو انت لاحظت كده الحاجة المشتركة ما بينهم كلهم ان انت عشان تنزل اي وجد فيهم بتكتب ctk الاتنين يعني والكاس مول بعد كده اول حرف في الحاجة اللي انت عايز تنزل لكابتل يعني مسلا فريم اف كابتل اه امج الاي كابتل طب لو حاجة مكونة من كلمتين يعني مسلا كومبو بوكس دي مكونة من كلمتين كومبو بوكس بيبقى سي كابتل والبي بتاع بوكس كابتل كده يعني فمسلا لو انا عايز انزل الفريم اللي هو موضوعنا النهاردة فهتنزله بالشكل ده كده وطبعا اول حاجة بياخد عندنا الوجد طبعا اول ما فتحت فتح للحاجات اللي هو بياخد اهو اول حاجة بياخد ده زي ما احنا عارفين اللي هو المصدر اللي هو الاب بتاعه طيب بعدين هتلاقي بقى ان هو بياخد خصائص تانية زي الويتس والهايت والكلام ده كله وبياخد برضو بتاعته بس زي ما انا قلت انت مش محتاج اه تدي له تزبط يعني الكلر بتاعه لانه هو كده كده اه الكلر بتاعه متزبط على سيم دارك فهو هيزبط لك التطبيق كله يعني ان هو سيم دارك فتعال مثلا كده نتدي له اه ونقول انه هو مية ويتس مثلا متين بالشكل ده يبقى انا كده اديت له هايت ويتس طبعا الفريم ده مش هيظهر لازم اعمل ايه لازم اعمل كده في عندنا تلات طرق زي ما احنا قولنا قبل كده الوضع الوجت على في عندنا حاجة اسمها حاجة اسمها حاجة اسمها فتعال كده في البداية ناخد كنا بني اديها اكس بيساوي عشرة واي مسلا اكوال عشرين يبقى كده هيكون على بعد عشرة من الاكس وعلى بعد عشرين من الواي فلو فتحت هتلاقي فعلا نوع زي ما انت شايف كده اه اللي حصل ايه اللي حصل ان هو ظهر معاك الفريم وعلى بعد عشرة على بعد عشرة اهو في اتجاه الاكس يعني يعني مثلا لو انت معاك المحور الرأسي ده هو محور واي والمحور القفو كده هو محور اكس فهو على بعد عشرين من محور اكس وعلى بعد عشرة من محور واي او بلاش من خلينا نقول هو على بعد في اتجاه يعني مثلا هنا ده كده اتجاه الواي فهو على بعد عشرين في اتجاه وده على بعد عشرة في اتجاه الاكس فعلا زي ما احنا عاملين وده الفريم اهو وزي ما انت شايفه وازبط لك اللون بتاعه بحيس ان خليه يبقى المنظر الجمالي بتاع التطبيق كله كويس يعني بحيس ان الفريم ده اقدر احط جواه بقى اي حاجة انا عايزة يبقى هو المصدر لاي وجه التاني انا عايز احطه جواه زي ما انت ملاحظ كده انا مدي هنا في الفريم نفسه انما قبل كده في كنا بنيدي الهايت والويتز كممكن اديهم تحت هنا كده في البليز اه بحيس ان هنا dles hai widow هنا لو جف تحت هيديك error هيقولك ان هيت فيتحطه في نفسه وبيتحطهش هنا فخلي برك ان اي هيت واي هيت هتحطه بعد كده بتحطهش في الرف في بليز تحت هنا بالشكل ده le bucket دايما بتلاقيهم خصائص اصلا من خصائص الوجت اللي انت بتنزله هنا يعني انت بسلا نزلت بطن خلاص هتلاقي الويتس والهايت موجودين هنا كحصاص اه بتحطهم هنا بتحطهمش في البليس زي ما احنا كنا متعودين قبل كده في بحيس ان انت لو فتحت خلاص خد اهو اللي انت مدهم له بالشكل ده طيب زي ما قلنا انا كان معايا تلات طرق لوضع الفريم ده على الشاشة كان عندنا اللي هي اللي احنا قلناها دي كنا بنديها الاكس البعد في اتجاه الاكس والبعد في اتجاه الواي آآ عندي حاجة تانية اسمها بحيس ايه بحيس زي ما انت شايف كده ما كناش بنديها احنا كنا بنديها مسلا نقول له انا عايز يعني البعد آآ حواليها في اتجاه الاكس بعشرة مثلا والبعد واي اللي هو البعد حواليها في اتجاه الاي هيكون مثلا عشرين وي آآ كنا بنديها آآ حاجة مسلا اسمها يعني ممكن اكتب كده وممكن آآ الفل دي كنا بنديها تلات خصائص يا اكس يا واي يا بص صح بص يعني يعني في الاتجاهين يعني هيملى الاكس والواي وكنا بنخلي عشان الخاصية دي تتفعل كنا بنخلي الاكسباند يبقى بايه يبقى بترو بالشكل ده عشان يحصل لها اكسباند جام في الاكس وفي الواي فزي ما انت شايف زي ما انت شايف لو انا فتحت كده هتلاقيه ده كده الفريم اللي عندك اللي حصل ان هو على ارتفاع عشرين من الواي فوق وتحت بالشكل ده واليمين والشمال عشرة من الاكس يعني بحيث انها لو كبرت برضو هيفضل محافظة على ابعاب بتاعته بالشكل ده طيب زي ما احنا قلنا ده كده بيعمل في اتجاه في الاتجاهين اكس وواي طب لو انا خليته اكس بس كم ممكن نديره اكس بحيث ان هو يعمل في اتجاه الاكس بس بالشكل ده لو انا فتحت هتلاقيه هو بيعمل في اتجاه الاكس بس طب لو انا لا عايزه يعمل في اتجاه الواي بس فادي في اتجاه الواي بحيث انها لو فتحت هتلاقي فعلا في اتجاه الواي طيب ده كده زي ما انت شايف الفريم. آآ انه ازاي يعمل في في اتجاه ال اكس في في اتجاه الواي في في البص في الاتجاهين. وكان بياخد باد اكس وباد وي ده خصائص مين? خصائص الباك. الحاجات اللي احنا كنا بنقولها قبل كده اللي كانت موجودة في الباك. طيب كان في حاجة آآ تالتة بنحط الفريم بيها او مش الفريم الوجت عمتها بنحط بيها على الشاشة كان اسمها جريد. جريد دي كنت بتديها آآ الكولوم والرو. يعني مسلا كنت بتديها ان انا عايز اشتغل في البداية رو زيرو وكولوم زيرو بحيس اني الوجت ده آآ بيقسم او اللي بيحصل ان الويندو اللي عندك اللي هي قاب دي اللي بتظهر بتتقسم آآ لي آآ بشكل جريد كده بحيس ان هي بقى معايا كزا رو وكزا كولوم. فهو هيروح يحط الفريم في الرو رقم زيرو والكولوم رقم زيرو بحيس ان انا لو فتحت هتلاقي ان الفريم اهو محطوط ده كده الرو الرقم زيرو والكولوم رقم زيرو. طب لو انا حبيت احط كمان فريم جانبه فممكن ااخد الفريم ده كده كوبي. ونعمله تحت هنا كده بس مسلا اسميه رو اتنين مسلا. وتعالى نقول ان هو مش هيتحط بقى في رو زيرو وكولوم زيرو. لا. طبعا احنا عارفين ان الرو اه لو انا مسلا مقسمة بالشكل ده فبيقى معايا ده كده رو واحد بعد كده ده رو اه او اسف وبيبدأ من زيرو فخلا نقول هنا رو زيرو بعد كده رو واحد بعد كده رو اتنين وهكذا. و اه ومعايا هنا بيبقى ده كده اللي هو الكولوم ده كولوم زيرو ده كولوم واحد فده كده ايه? الحتة اللي هنا دي لو انا مسلا حطوط هنا وكده واحد فالواحد ده كده ما حطوط فين? نحطوط في الرو زيرو كولوم زيرو. طب لو انا عايز احط الاتنين دي جنبه. فهحطها فين? في الرو زيرو الكولوم واحد. فتعالى نحط اله ده رو زيرو كولوم واحد يبقى المفروض الفريم التاني ده يتحط جنب الفريم الاول بس زي ما انت شايف لو انا جي فتحت هتلاقيهم لازقين في بعضهم يعني لو جي فتحت هتلاقي اك ظهروا اكنهم فريم واحد انا مش عايز كده انا عايز يبقى في مسافة بينهم فتعال ندي للفوق ده مسلا باد اكس عشان يبقى فيه مسافة عن اللي جنبه وبرضه اه بس يعني ندي واحد منهم باد اكس وخلاص ماشي لو فتحت هتلاقي هو ظهر ان باد اكس بعشرة حوالين الفريم الاول هو والفريم التاني تمام فده كده ظهر فعلا الفريمين جنب ببعض طب لو انا عايز اصحرهم تحت بقى دي بقى خلاص يبقى انا اشتغل رو واحد كولوم زيرو اللي هو نفس الكولوم بتاع الفريم الاول فطبعا لو جيت شغلت كده هتلاقي اللي بيحصل ايه ان هو اللي اتنين برضو ظهروا لازقين في بعض ليه علشان انا لازم اديهم بقى باد واي يعني ادي واحد منهم باد واي ان هو بعشرة ولو جيت فتحت هتلاقي ان البعد فعلا ظهر اهو عشرة وبالتالي ايه اه اللي اتنين ظهروا تحت بقى فممكن تحط الوجت على الشاشة بتلت خصاص اللي هما الباك والجريد والبليس زي ما احنا قلنا ده كده بالنسبة للفريم طيب الفريم زي ما احنا قلنا هو بياخد المصدر بياخد الهايت بياخد الويتس ممكن تتدي له خصائص تانية يعني انت لو جيت تعمل كمه هنا كده وتشوف هتلاقي ان في خصائص تانية زي ايه زي مثلا زي 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 يعني تعالي مسلا نشوف دي طبعا انت لو جيت تشوف الخصائص اصلا او جيت تشوف الفريم هتلاقي اني له كده خفيف لكن تعالي نتديره مسلا ان هو عشرة فهتلاقي انه زاد او حصل ان هو ايه زاد بالشكل ده بقى عشرة طيب لو انا خليته مسلا عشان يوضح اكتر خلينا نقول تلاتين فلو انا جيت فتحت سانية لو انا جيت فتحت هتلاقي فعلا ان هو كورنر ريدياس بقى بتلاتين فدي حاجة كويسة ما كناش نقدر نتحكم قبل كده في التيكي انتر فدي حاجة موجودة في الكاسم تيكي انتر بحيس ان انت تتحكم في في بتاع اي وجيت بتنزله يعني اي وجيت بتنزله اه له كورنر بالشكل ده تقدر هتلاقي ان في خاصية تقدر تتحكم فيه فطبعا زي ما احنا كنا متعودين في التيكي انتر ان اي خاصية او اي وجيت بنزله بيبقى في شوية خاصة وشوية الخاصة دي بنلاحظ ان هي بتتكرر بعد كده في الوجيتس التانية فاني نفس الحكاية انا معي هنا في الوجيتس التانية هتلاقي فيها برضو وبتعمل نفس العمل اللي هنا يعني طيب الخاصة التانية اللي غير الكورنر ريدياس خلينا نشوف هتلاقي ان انت عندك حاجة اسمها اللي هو لون الخلفية فممكن مسلا اديها ريد مسلا لو انا مش عاجبني اللون اللي هو حطه ولكن انا شايف انه هو اللون اللي هو بيحطه الديفلت بتاعه بيبقى كويس يعني طيب زي ما انت شايف هو حط ريد بس ريد ده حطه اه في بالشكل ده نتيجة اصلا ان هو له كورنر ريدياس يعني اه صغية لأ انت عايز تخلي البتاع كله الفريم هو هو فبتكتب اف جي كالر فانت لو فتحت هنا كده هتلاقي الكالر بتاع الفريم اهو نفسه هو اللي بقى ريد بالشكل ده فانت تقدر تتحكم في اللون بتاع الفريم ان انت عايز تديله لون معين لو الديفلت اه بتاع السيم اللي انت حطه ده مش عاجبك في الجزئية دي بس يعني هو اه الديفلت ده عاجبك على طول البرنامج كله بس انت عايز الفريم ده بالذات هو اللي يبقى لونه ريد فخلاص فلو انت جيت تفتح كده هتلاقي ان الفريم ده بالذات هو هو اللي لونه ريد انما التاني موجود زي ما هو عادي اللي هو الديفلت بتاعه لين انت مغيرتوش طيب فدي كده الخصائص اللي موجودة فين اللي موجودة في الفريم ده كده بالنسبة اه للفريم